هلو? يا ميار ازاي? يا الحمد لله يعملين ايه? الحمد لله قويزين. قولنا متجوزة ولا لا الاول? لا. لا اوكي. اه ممكن تتجوز جواز صالونات? بصي انا اجربت تجربة وما كانتش لطيفة يعني احكي لنا احكي لنا انا بحب الحكايات قوي بتاع الجوازات الصالونات دي. ازاي? اه اه كان فيه برضو تجربة زي ما انتم كنت بتحكوا عن زن الاهل يعني الموضوع كان شنيع لدرجة ان هو نزلت الموضوع شناخ من زن الاهل. ضغط الاهل يعني اه. اه اه بالضبط. طب وين لحصب? نزلنا يعني الموضوع كان مختلف تماما عارف بقى شخص يتقيه افكاره بعيدة كل البال عن افكارك واجو بقى ان اه انتبت بعد الشغل بعد الجواز ما تستغلش ومش عارف سألت السؤالة المشهور بتاك لي اني حتة في الفرخة? لا بصراحة يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اه. هو كان اه طرح الشغل ده كان غريب اصلا يعني انا مش بخيلات انا ممكن انزل اتكلم عنه ومفبوض القاعدة كتكاجوال كده مش اللي هو احنا ناسلين بقى جوازتنا ماضي بس اه فكان الموضوع بطرح موضوع الشغل واللي مفروض بكتاتة اه لاختة اصلا يعني ليه تتهايب نفسها لما ممكن تفرق حياتها الاولاد. هو مش معا ان هي تشتغل يعني. اه اه اه. صح كده? اه اه اه. بس اقولك على حاجة اعتقد انه ده كان في فترة زمنية معينة عشان دلوقتي رجالة بيتعايزة اللي بتشتغل. اه بصي انا كنت متخاييرا ان هو اختبار مسلا هيشوف رد الثالة عامل. هتسمعي كلامي ولا لأ? ايوة بالضبط فاكتشفت لا ده زهية دي الفكرة وهو ده للطرح واللي هو يعني صفات ردت خطوبتنا حاول ان تفطي شغل. هو عايز حد بالموصفات دي تمام يعني بس مش انا يعني مش عايب. بس هي كانت كان كان رد سالد هو هو انت شئلت علي قبل ما فيجي. انت عارفني يا بني انت عارف انت جانبين. معرفتك قوي يعني في نطاق حد من يعني الاهل عندك يعرفوه? ما عارف بقى الام بقى وجودة. و و و و و و و ازاي رفضت الموضوع او ازاي تلعت منه? اه لا ردت طبعا وعملت ناقش والمناقشة كانت حد جدا فالموضوع اندهب بخناقة يعني. هو احنا بسكاني اللي هو. طب احنا جاينا نتكلم في ايه لما اصلا افتاجنا محتلقة بالمنظر ده. صاحبتي. 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 صاحبتي صاحبتي ايه. صاحبتي نور ايه. حلو انت جريئة ان انت رد يعني انت عندي قوة ان انت ممكن رفضة انا مش حب ده يا جماعة او مش حب الموضوع ما كنت على هوية. التفصيلة دي مش عايب على فكرة وهو نفس الكلام كان ممكن برضو يقول لا احنا مش متوفقين. بحب الوضوع. عارفة حكرتيني بايه مايار? انت هتفتكري معي انا حاسة ان احنا دماغنا شباه بعض. عارفة الفيلم بتاع اعتقد احكي يا شهرزاد. اه سوسن بدر لما كانت. الامام. ايوة المشهد ده عبقري. ايوة ده حقيقي. اللي هو انا هاخد هنبيع عربيتك ومش عارفة او هبيع عربيتك ومرتبك هاخده وهتبيع ايشاء ايتك وحاجات كده وهاخد الفلو. حاجات كده يعني. اللي هو انا بقى استفدت ايه من البيلة دي كلها. بالزبط اللي هو عشان اتجوزك اللي هو يعني ايه تتجوزني طيب. المشهد ده بجد عبقري وكان بيمثل حقيقي شريحة. الجزء الكوميدي بقى اخر القصة. الجزء الكوميدي انه هو راح بق اشتا كانت اللي هو انا ما عنديش اداي بالحديث وان انا ازاي اصلا اه يعني. اتناقض بحبية كده مع الراجل ومبروض. مع راجل? اه ان هو انا انت بنتيه كده اصلا مش تتجاوزي بعد كده خالص وان انت هتبطري قاعدة جنب مامتك وهو كان متضايق قوي من انا بس نقشته. اه. مش بس ان انا رفض افكاره لان انا نقشته. اه عارف انا الناس دي. الحمد لله. الحمد لله انا رفض على جنبه ماما احسان لي. بالزبط. لا ما فيش توافق. رب اوه. انا بس كدت عيزة رفض على حاجة كمان عليك انت ساتيها. اه. 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 اه عن فكرة ان احنا بنقبل الموضوع من صحابنا اكتر من ان هو لو من اهلنا. اه م Dean اهلنا شوية مش متفاهمين فكرة ان احنا اه اه نعيش مغسوثين ولا ولا اه اهكر عامل اكمل اه ههم مايزين يفرحوا بيك وخلاص اي احد. ا Poland. اذب. هما بيبصوا اكتر مادام المصبوع ماديا كويس خلاص. هو ادي بيغ mereس جواجات غير الفلوس والماديات. لكن صحابنا بيعهم م قريبة ولا لأ الشخصية وهنتفاهم فده اللي بيخلينا نقبل ده اكتر من صحابنا عن انا لما بروح مسلا والديتي مسلا في الاول لما كنت بقول لها انا لما عادت مسلا مع كلان ما حسلش ان انا مبسوطة ما حسلش ان انا متاحة فيه تقلي كده ده ما كانش مفهوم اللي هو ده حجة كفرغة ده بالزبط اه فهم الاهالي دايما بيبصوا على قصص معينة شايفينها هي دي معايير الجواز الناجح او العلاقة الناجحة عكس الاجاري جديدة كلها اللي هي بقت بتبص اكتر على صحبها المقصية وانا معنى مشكلة ان انا بطلق لو الموضوع باز او ان هو حصل بغطة وممكن اهالينا يشوفوها ان هو لأ ما تعدوها عادي ما ده بيحصل لكن احنا عندنا كرامتنا يعني في فريق اكتر انا حسن ان الاهالي بيبقوا ماشيين على سيستم معين ان انت تدخلي تتعلمي تدخلي الجامعة بعد ما تخلصي الجامعة المفروض بقى ان انت تدخط فيه وتجهوزي الحياة تجوزتي الحمد لله يلا بقى عشان تخليفي خلفتي يلا عشان تخاوي ابنك او بنتك فتجيبي بيبي تاني يلا مش عارفة اعمل فحسن هو فيه منهج معين او سيستم معين مفروض ان احنا نبقى ماشيين عليه بغض النظر عن طموحنا عن افكارنا عن احنا عايزين ايه عن احنا سعدة ولا لا لا احنا المفروض نمشي كده بقى كده زي ما كل العالم وكل الناس اللي قابلينا كل الاجيال اللي فاتت عملت ده كان مناسب في وقتهم او ده كان هم راضين به بس ما يمشيش اعتقد دلوقتي ومش مع كل الناس يعني في الناس بتكون عايزة تجوز شك يا ميار نورتينة جدا مش عاكبة كده مش عاكبة كده شكراك بك